يا مساء الخير ويا أهلاً وسهلاً بحضراتكم بدايةً يا رب سنة بالخير والسعادة والنجاح على كل المصريين وعلى كل الأهلوية سنة إن شاء الله بإذن الله تحقوا فيها كل النفسكم فيها سنة بالتأكيد إن شاء الله بإذن الله يقدر لنا فيها كمصر وكأهلي نحن نجاحات أحسن بكتير جداً من السنة فكل الظروف بتقول أنه الظروف السنة دي أحسن بكتير من السنة اللي فاتت رغم كده الحقيقة إنجازات السنة اللي فاتت كات عالمية بكل المقاييس سنة عنوانها الأساسي كاس العالم سواء بالنسبة لمنتخب مصر أو بالنسبة لنادي الأهلي خلاص مشاركة الأهلي في كاس العالم مشاركة مضمونة النادي الأهلي هو بطل إفريقيا وبالتالي خلاص المسافة شهر تفصلنا عن بداية مشوار جديد من مشاوير الأهلي في بطولة كاس العالم تختلف المراضي في الطموح تختلف المراضي في الأهداف البرونزية وإن كانت إنجاز لكنها يمكن لا تكفي السنة دي وأملنا كبير جدا إن شاء الله ربنا يعفقنا ونحقق إنجاز أنا بتهيالي إن إنجاز الوصول للمبارنة هقيية هيكون كافي جدا لمشجعي وعشاء النادي الأهلي لكن نتمنى نروح لأبعد وليه لأ قادرين ووصقين في فرقتنا اللي السنة دي الحقيقة مقدمة كرة ممتعة جدا وشايفين إن شاء الله بإذنها تقدر تحقق كل أهداف مش بس على مستوى كاس العالم على مستوى كل البطولات اللي هتاخدها خد بال حضراتكم إنه عشرين وواحد وعشرين وإحنا لسه مودعينها ما فيش من تمانية واربعين ساعة حققت فيها بطولة إفريقيا المرة عشرة في تاريخك حققت فيها برونزية كاس العالم حققت اتنين سوبر إفريقي على حساب اتنين من أبطال القرى الأول كان عدد بركان والتاني كان الرجاء البيضاوي بالتالي تموحاتك السنة دي تسمح لك إنك تروح لأبعد بين كده إن شاء الله وإن شاء الله مشاركتنا السنة دي في كاس العالم تكون مختلفة من حيث النتيجة أما بالنسبة لمنتخب مصر فالحقيقة أنا كنت متفائل قلت عشرين واثنين وعشرين هتكون بداية جديدة بقى ومستر كيروش خلاص خد علينا وجربنا ولعب معنا المرحلة الأخيرة أو يعني دول المجموعات في تصفيات كاس العالم وخدنا مع بطولة مجمعة زي بطولة كاس العرب فالراجل يعني إلى حد ما خد يعني انتبع شبه كامل وقدر يفهم شوية من المصريين وقدر يفهم إحنا بنفكر إزاي وإن المنتخب المصري بالنسبة للمصريين خط أحمر وإن المنتخب المصري بصرف النظر عن الجيل اللي بيمثل مصر هو دايما بطل مرشح هو دايما عينه على اللقب لكن يبدو أن الصورة ما وصلتش الميستر كيروش بالشكل الكافي وراجل تصريحاته النهاردة الصراحة في المؤتمر الصحفي على أقل بالنسبة لشخصي المتواضع مخيبة جدا للأمان ويبدو كأنه الراجل عايز يقول لنا أنا كاس أفريقيا دي مش في اعتباراتي أساسا أنا رايح ألعب ورايح أجرب زي ما لعبت بالضبط في كاس العرب نوع كرر التجربة بس بدل من اللعب منتخبات عربية نوع منتخبات أفريقية لكن إنه هدفي أن أنا أوصل لكاس العالم اللي بالنسبة لي أصبحت حتى النقطة دي محل شك في ظل قيادة كارلوس كيروش وفي ظل اختياراته وفي ظل حالة العناد وفي ظل حالة الدكتاتورية وفي ظل حالة إصرار غير مبرر وغير منطقي حتى هو قال لك أنا مش مطالب أن أنا برر اختياراتي في النهاية له مطلق الحرية هو المسؤول الأول والأخير عن المنتخب الوطني ولكنه بالتأكيد هيتحمل كل المسؤولين إذا كنت عايز رأيي أنا بقول لك لو رأيي أنت على مستر كارلوس كيروش أو أنت من الناس المقتنع عاوي بمستر كارلوس كيروش فأنا بقول لك المنتخب المصري مع كارلوس كيروش قادر يوصل دور التمانية صعب قوي تخيل منتخب مصر برة دور المجموعات في بطولة أفريقيا خصوصا مع المجموعة اللي إحنا وعين فيها مع كامل الاحترام والتقطير لكل المنتخبات بما فيهم كمان نيجيريا لكن لو رهانك زي على أمش المنتخب لو رهانك زي على لعيبة منتخب مصر أنا شايف أن المنتخب المصري كحد أدنى كحد أدنى يوصل قبل النهائي وأتعقع كمان يوصل النهائي والرهان هنا والرسالة هنا مش للجهاز الفني الرهان هنا للعيبة منتخب مصر اللي رايحة تلعف أو تمثل منتخب المصري في بطولة أفريقيا أنتم قادرون أنتم قادرون على تمثيل جيد جدا وعلى الوصول لأبعد مدى في البطولة ثقاتنا فيكم كبيرة رغم أن في أسماء فارقة ما فيش حد في مصر ممكن يختلف عليها لا جمهور ولا النقاد ولا محللين ولا مدربين ولا أجهزة فنية ولو جبت مثلا 18 فريق في النادي عملت سمينار ل18 مدير فني 99% منهم هيقولك الأسماء دي كان لابد من تواجدها في قائمة المنتخب لكن هو مستر كيروش هو المسؤول عن الاختيارات هو المسؤول عن القرارات وبالتالي محدش هيقدر ينقش نتمنى التوفيق لمنتخبنا ده شيء ما فيش شك فيه ونتمنى الحقيقة أن نراهم بشكل كبير جدا على الأسماء اللي تم اختيارها إن شاء الله بإذن الله أنها تقدر تعمل بطولة كويسة للمنتخب المصري ومن حقنا نحلم ببطولة أفريقيا وحد يقول لمستر كيروش أنا لا حضرت ولا شفت 57 ولا 59 لكن شفت 86 وفاكرها كويس جدا وشفت بالأكيد 98 وتباعت زي يا حضراتكم وزي ملايين من مشجع كرة في مصر 2006 و2008 و2010 في كل البطولات دي ما كانش عندنا محترفين يا مستر كيروش عشان تقارن المنتخب الوطني بمنتخبات أفريقية في الصفوفها بالضم 24 أو 25 لعب محترف في أوروبا ده شيء منطقي جدا لكن خلينا أقول لحضرتك أن مصر تتزعم تتزعم ألقاب القرى الإفريقية بأكتر من جيل ما كانش فيهم أربع أو خمس محترفين في كل الأجيان ترجمة نانسي قنقر